اشتركوا في القناة ونتحدث فيه بإذن الله جل وعلا عن حقوق المطلقات عن حقوق المطلقات وما أكثر المطلقات وما أكثر ضياع حقوقهن بين أوساط الناس أحبة الكرام للحديث عن حقوق المطلقات نتجاذب الحديث معكم ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم ومداخلاتكم واستشاراتكم عبر الهواتف التي تظهر اتباعا على شاشة قناة المرقاب بين الفينة والأخرى كما يسرني أن أستقبل أيضا استشاراتكم وأسئلتكم ومداخلاتكم وإضافاتكم على صفحة تويتر الخاصة بي والتي أيضا تظهر اتباعا على قناة المرقاب بين الفينة والأخرى في أثناء هذه الحلقة أحبة الكرام أن نأتي إلى موضوعنا هذا اليوم وهو موضوع حقوق المطلقات وفي الحقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن حقوق المطلقات فلابد أن نتحدث بعض الشيء عن بعض الإرهاصات لهذا الموضوع لأن هناك أمور أيضا مهمة فيما يتعلق بحقوق المطلقات أمور مهمة أيضا فيما يتعلق بموضوع الطلاق نفسه لابد أن نعرف بعض الآثار الإيجابية أو السلبية أو نوعية الطلاق أو حكم الطلاق أو نحو ذلك لابد أن نعرف ذلك لأن حقوق المطلقات تترتب على هذه الآثار تترتب على هذه الآثار ولذلك خصصنا هذه الحلقة في مقدمة حقوق المطلقات نتحدث فيه عن الآثار الإيجابية والآثار أيضا السلبية ونتكلم فيه عن تعريف الطلاق وعن أيضا حكم الطلاق ولعلنا أن نأتي على هذه الموضوعات أو هذه المحاور في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا تعريف الطلاق ماذا نعني بالطلاق؟ حينما نريد أن نتحدث عن الطلاق فماذا نعني بالطلاق؟ المراد بالطلاق هو افتراق الزوجين لأي سبب كان افتراق الزوجين لأي سبب كان سواء كان ذلك الافتراق بطلاق من الزوج أو بمخالعة من الزوجة أي بطلب ورغبة من الزوجة أو بفسخ نكاح عن طريق القاضي بطلب أيضا من الزوجة فكل ذلك يعد طلاقا يعد فراقا يعد انفصالا يعد تخلي أحد الأطراف عن الآخر أي أن كان هذا المسمى المهم أنه انفصال الزوج عن زوجته وابتعاد الزوج عن زوجته ونقض عراء الزوجية التي كانت تربط هذين الطرفين وهذين الشخصين الأنثى والذكر تربطهما ببعضهما بالطرق الشرعية بهذا الطلاق وهذا الانفصال وهذا التفريق سواء كان عن طريق القاضي أو عن طريق الزوج أو برغبة الزوجة هذا التفريق والافتراق والانفصال الذي ينهي الحياة الزوجية الذي ينهي الحياة الزوجية لأي سبب كان ذلك الإنهاء سواء كان لعدم محبة أو كان لعدم إمكانية استمرار المعيشة الزوجية بين هذين الطرفين واستحالة المعيشة بينهما أو كان لأمر آخر كأن لا تستطيع الزوجة أن تنتقل مع زوجها إلى بلد آخر أو أنها لا تستطيع أن تعيش مع هذا الزوج بطريقة أخرى أو الطريقة التي هو يريدها أو نحو ذلك أو لأمر أيضا شرعي قد يراه الرجل في زوجته أو تراه الزوجة في زوجها المرأة في زوجها فتقول هي أنا لا أستطيع أن أعيش مع رجل هذه أخلاقه وهذا دينه وهذا أسلوبه في عبارته مع الله جل وعلا وفي تعامله مع الله سبحانه وتعالى فهذا يكون فيه أمر ديني أو أخلاقي أو نحو ذلك هذا تعريف الطلاق هو الانفصال بين الطرفين الانفصال بين الطرفين بين الزوجين بالذات هو الانفصال بينهما والافتراق بينهما والفرقة بينهما هي معنى الطلاق الذي يحيل هذا العقد وهذا الرابط بين الطرفين إلى أن ينقطع هذا الرابط تماما فيكون بدل ما كان هذا الزوج مباح لهذه الزوجة وهذه الزوجة مباحة لذلك الزوج أصبحت بعد هذا الفراق وهذا الانفصال أصبح كل منهما يحرم على الثاني أي أن كان ذلك التحريم سواء كان تحريما مؤقتا حتى تنتهي العدة أو كان التحريم تحريما نهائيا حتى يكون هناك عقد زوجية جديد أو كان هذا التحريم تحريما لا يمكن أن يباح أحدهم وللآخر إلا بعد زوج آخر كان يكون طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات في هذه الحال فلا يمكن أن يرجع إليها لا أن يرجع إليها في أثناء العدة ولا يمكن له أن يرجع إليها حتى بعد انتهاء العدة لا يمكن له أن يرجع إليها بعقد جديد لأنه هنا حصل ثلاث طلقات فأصبحت بينونة كبرى لا يمكن أن ترجع لهذا الزوج إلا بعد ارتباطها بزوج آخر زواجا صحيحا وليس للتحليل زواجا صحيحا وليس للتحليل نأتي إلى حكم الطلاق ماذا نعني بحكم الطلاق؟ نعني بحكم الطلاق ما هو الطلاق في الشريعة الإسلامية؟ ما هو الطلاق في الشريعة الإسلامية؟ هل حكم الطلاق الوجوب؟ هل حكم الطلاق التحريم؟ هل حكم الطلاق الكراهة؟ هل حكم الطلاق الإباحة؟ ونحو ذلك فنقول الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية خمسة الأحكام الشرعية خمسة والطلاق يأتي على جميع هذه الأحكام الشرعية فمرة يكون الطلاق واجبا ومرة يكون الطلاق محرما ومرة يكون الطلاق مكروها ومرة يكون الطلاق مستحبا ومرة يكون الطلاق مباحا ومرة يكون الطلاق مباحا متى يكون الطلاق واجبا؟ يكون الطلاق واجبا إذا كان أحدهما يتضرر من الآخر مضرة بينة تحيل هذه الحياة إلى جحيم لا يطاق ففي هذه الحال يكون الطلاق حينما تطلب مثلا الزوجة الطلاق يكون الطلاق في هذه الحال في درجة الوجوب لأنه لا يجوز للرجل أن يحبس هذه المرأة التي يعذبها والتي يؤذيها والتي يسي إليها ويكيل إليها الكثير من التهم ومن العبارات السيئة التي تحيل هذه الحياة إلى جحيم ففي هذه الحال يجب عليه أن لا يحبسها ليعذبها معنا متصل حياك الله عبيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا عبيد حياك الله عندي سؤال يا شيخ الله يتزاك الجنة تفضل يا رعاك الله الله يحفظك بالنسبة لعمرك الآن الموضوع الطلاق الله يحفظك حلقتكم عن الطلاق صح ولا لا؟ صحيح طيب طيب عمرك إذا إذن إشكالية من إذا مثلا في إشكالية من الزوجة يعني فيهم مثلا في بينهم مشاكل قديمة نعم أنا السؤال هذا الواحد يقرب للأحفظك في بينهم مشاكل وصلت إلى المحكمة تمام؟ نعم يأخذنا الحق الشرعي اللي هو إيش؟ الحق الشرعي سلامك الله الحق الشرعي مثلا المهر إذا هي اللي مثلا هي اللي هي اللي ما تبغاه يعني بس بس يصير بينهم صلحة ويرجعون يصير بينهم صلحة ويرجعون هل سلامك الله يأخذ المهر بعد مرور سنة إذا الطلاق تم المحكمة؟ هل هي اللي طلبت الطلاق؟ أم الزوج طلق من ثقائي نفسه؟ لا لا طلع عمرك الزوجة الزوجة طلبت الطلاق إذا تسأل هل له شيء أم لا؟ نعم تسمع الإجابة بإذن حياء قيوم تسمع الإجابة نعم يقول الزوجة طلبت الطلاق فهل للزوج أن يسترجع مهره نجيب عليه بإذن حياء قيوم بعدما نستكمل بعض هذه المحاول فأنا أقول الطلاق ينطبق عليها الحكام الشرعية الخمسة ذكرنا ما يتعلق بالواجب وهو ما إذا استحالت العشرة الزوجية إذا استحالت العشرة الزوجية وكان فيه مضرة لأحد الطرفين سواء كانت المضرة للمرأة أو المضرة للرجل ففي هذه الحال يكون الطلاق واجبا وليس للزوج أن يبقي زوجته عنده ليعذبها أو ليؤذيها أو أن يجوعها أو أن تنال منه أي أذى من الأذى الجسدي أو المعنوي أو الحسي أو نحو ذلك ولذلك حتى في الحيوانات لا يحرم على الإنسان أن يحبس الحيوان وهو حيوان يحرم عليه أن يحبس الحيوان ويجوعه ولذلك في الهرة التي ذكرها رسول الله عليه وسلم لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض فهذه الحيوانة من سائر الحيوانات يحرم على بني آدم أن يحبس الحيوان من وهو لا يطعمه ولا يكرمه يعني حتى الحيوان لا يجوز أن يعذب الإنسان الحيوان لا يجوز أن يؤذي الحيوان لا يجوز أن يجوع الحيوان إذا كان هذا في الحيوان يعني إما أن تقوم بالواجب الشرعي والرحمة وتلطف مع هذا الحيوان بقدر حاجته لهذا أو أن تطلق سراحه يأكل من خشاش العرض ويتمتع بحريته فلا يجد من يؤذيه إذا كان هذا في الحيوان فمن باب أولى في الإنسان من باب أولى في الإنسان أنه يحرم على الإنسان أن يحبس عنده امرأة أي أن كانت هذه المرأة يحرم عليه أن يحبس عنده امرأة وهو يؤذيها أو لا يطعمها أو لا يكسوها أو لا يعطيها ما يجب في الحياة هذا الذي نقول فيه بأن هذا الحكم يكون واجبا أما ما يتعلق بالمحرم أن يكون محرما أن يكون هناك طلق طلاق بدون أي سبب تكون المرأة امرأة صالحة امرأة تقية امرأة نقية امرأة عفيفة امرأة مطيعة لزوجها لم يجد منها زوجها أي ضرر ولا أي خلل في الحياة الزوجية ثم يطلق هذه المسكينة فقط للإضرار بها فقط للإضرار بها ودون أي سبب كان بدون أي سبب كان أقصد أنه حتى ليس فيه ولا كره لها يعني ليس فيه كره الله وما أراد في الطلاق إلا أن يؤذي هذه المرأة ألا أن يؤذي هذه المرأة وهذا يحصل كثيرا يعني أضرب لكم مثالا وهذا مر علي أنا كمحامي كثير من هذه النوعيات بأن يكون هناك رجل تزوج بأختي فلان رجل تزوج بأختي زيد ثم قام زيد وتزوج أخت زوج أخته أخت زوج أخته فأصبح كل منهما تزوج بأخت الآخر كل منهما تزوج بأخت الآخر الأول لم يحصل محبة لم يجد في قلبه محبة لزوجته هذه أخت زيد فطلقها أو أنه وجد منها ما لا يسره فطلقها لأي سبب كان طلقها ثم يأتي زيد من أجل أن ينتقم لأخته فيقوم بتطليق أخت ذلك الرجل الذي طلق أخته هذا الطلاق محرم هذا الطلاق يأثم عليه الإنسان هذا الطلاق يعتبر من الأذى من الأذى ومن التضييق ومن حرمان المرأة من أبسط حقوقها ومن كسر الحياة الزوجية وإنهاء الحياة الزوجية وتقويض بنيان الأسرة فيه تشتيت للأسرة بلا ذنب فهنا حينما ينتقم هذا الأخ من زوجته لأن أخوها طلق أخته هذا هنا محرم وهذا مثال لنوع الطلاق المحرم الطلاق المكروه الطلاق المكروه هو الطلاق الذي تكون الحياة فيها شيء من السوء الحياة فيها شيء من السوء أو فيها شيء من القلق ولكنه لا يصل إلى مرحة الطلاق أو لا يصل إلى درجة الطلاق فإنه في هذه الحالة يكون الطلاق مكروها وينبغي للإنسان أن يصبر وأن يحتسب وأن يأمل أن الله جل وعلا يصلح هذه الزوجة أو أن الله جل وعلا يصلح هذا الزوج فنأخذ معنا أبو فهد ثم نعود لهذه المحر تفضل يا أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسأل خيال يا شيخ طال عمرك مساك الله بالنور والسرور يا حياك الله تفضل عندي سؤال طال عمرك سم يا أبو فهد تفضل طال عمرك عندي أنا ويا حرمتي خلاف حرفت حرمت وطلقت أني ما أدخل البيت اللي هي فيه نعم الله طال عمرك ودخلت البيت حرفت أنك ما تدخل البيت قلت علي الحرام والطلاق أني ما أدخل لا أعد لي اللف ها أعد لي اللف كبت أعرف لا أعد لي اللفظ الذي قلته لزوجتك قلت طال عمرك علي الحرام والطلاق أني ما أدخل الغرفة ودخلت هطان عمرك نعم نعم على كل حال البرنامج هذا طبعا ليس برنامج فتاوى ولكننا ما نريد أن نردك فنريد أن نجيب إجابة عامة نريد أن نجيب إجابة عامة وإلا فهناك برنامج فتاوى في هذه القناة أعتقد أنه كم يوم يا مخرجنا بعد انتهاء صلاة مكة من الأثنين والأربعاء يكون برنامج فتاوى فلعلك تتصل ببرنامج فتاوى وتسألهم هذا السؤال ولكننا لا نرد أحد فنجيب جواب عام أبو نواف حياك الله مساك الله أبو الخير يا شيخ مساك الله أبو النور يا أبو نواف هذا طول يا عمرك لدي سؤال بالله بخصوص الحاكمة دارية دي من المظالم أنا عم تفضل بسطل عمرك أنا ما أدري متى يصير الحكمة مثلا الحكمها لمدعي للمدعي يصير حكم مثلا بدون استنافة يعني حكم قطعيا نهاي ما أدري متى يحكم الشيخ الحال اللي يحكم الشيخ حكم نهاي يعني ما فيه استناف سواء المدعي أو المدعي إلي يعني يصير حكم نهاي متى يكون الحكم قطعيا نهاي يعني يصير الحكم نهاي ما فيه استناف مثلا حكم لي الشيخ أنا مدعي خلاص يجب على المدعي إليه فهمت سؤالك يا أبو نواف تسمع إن شاء الله الجواب بإذن الله نعود عن معنى من التصليم أو نعود لا نعم نعم طيب نأتي سريعا على بعض المسائل ذكرنا الواجب والمحرم والمكروه نذكر ما يتعلق بالمباح فالمباح إذا كان الإنسان ليستطيع أن يعيش هذه المرأة عيشة كما تريد وكما ينبغي فإن هذا وليس هناك إشكالية كبيرة نحو ذلك فإن هذا فيه إباحة للطلاق هذا أجمالي ما يتعلق بحكم الطلاق في الأحكام الخمسة أنا ذكرت منها أربعة أحكام فنختصر ما تبقى ما هي آثار الطلاق؟ ما هي آثار الطلاق؟ أنا أريد أن أجيب على الأسئلة تقريبا بعد قليل بعدما نمشي قليلا في الموضوع ثم نجيب على الأسئلة بإذن الله آثار الطلاق هناك آثار إيجابية طبعا لا بد للطلاق من آثار لا يمكن أن يمر علينا انفصال زوج عن زوجته بلا آثار أي آثار كانت فإذا تم هذا الانفصال فلا بد من آثار تحدث بسبب هذا الطلاق إما أن تكون هذه الآثار إيجابية أو أن تكون هذه الآثار سلبية ونحن نذكر الآثار الإيجابية ثم نأتي إلى الآثار السلبية نذكر الآثار الإيجابية تيمنا في الأفضل والأحسن فأحيانا يكون الزوج أو الزوجة أي من الطرفين يرى في زوجته أنها لا يمكن أن يعيش معها أو أنها ممكن أن تحدث له مشكلات شرعية أو أن المرأة مثلا قد تكون بعيدة عن الدين بعيدة عن الدين ففي هذه الحال أو أن الرجل أيضا هو لا يصلي يعني أحيانا حينما تتصل بعض النساء فتسألني عن مشكلات في زوجها أو مشكلات في حياتها الزوجية فأول سؤال أسأل أسأل المرأة وأسأل من تتصل به أسألها عن الصلاة فإن كان زوجها لا يصلي فأنا أقفل الموضوع تماما وأقول لها كما أفت بذلك ابن باز رحمه الله تعالى وأفت بذلك أيضا ابن عثيمين رحمه الله تعالى بأنني أقول بأن هذا البقاء مع هذا الزوج لا يجوز البته كما هي فتوى كبار علمائنا الأجلة والفضلاء نعم تفضل تفضل يا فاطمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سيخة أنا بيسأل مثلا أنا لو ما بيس يعني صارت بنا مساكل يعني هو سكاك نعم وطلت يعني لو يبغاني يطلقني لازم أني أرد له المحار كامل أيوة والسؤالك يعني لازم يزيلي شيء عليه يعني بعدين يعني أنا ما بيعيش معه سؤالك أنت ما تبين عيش معه وسؤالك وشو يعني يقدر الشيخ يطلقني من دوما رجع له المحار طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله في ثنية هذه الحلقة بإذن الله نعم نعود لأثار فأنا أقول قد يكون الإنسان الزوج لا يصلي فالمرأة تقول أنا لا يمكن أن يعيش مع رجل لا يصلي أو أن يكون الزوج فيه ما فيه من السوء كاللواط والزينة وكثرة شرب الخمر والمخدرات أو أنه يكون دائما كلما خرج من سجن دخل بسجن آخر أو نحو ذلك من كثرة مشاكله وسرقاته وغير ذلك من الأمور فالمرأة تسعى دائما للحفاظ على دينها فتقول هنا أنا لا أستطيع أن أستمر مع هذا الإنسان ولا بد أن أنفصل منه فانفصال هذه المرأة من هذا الزوج الذي بلغ فيه مبلغا كبيرا من الفسق والفجور وترك الصلاة والبعد عن الدين لا شك أن هذا هو أثر إيجابي تحافظ المرأة على دينها تحافظ المرأة على دينها من هذا الزوج الذي لا يتق الله جل وعلا أو أن العكس يكون عند الزوج حينما تكون المرأة مثل ما ذكرنا عن الرجل الأول ثم يقول الزوج بأنني أنا لم أتمكن من تقويم المرأة التقويم الذي أنا أريده والذي يرضي الله جل وعلا ولذلك أنا لا أستطيع إلا أن أنهي هذه العلاقة الزوجية حفاظا على ديني من هذه المرأة وأيضا حفاظا على ديني أبنائي من هذه المرأة السيئة البعيدة عن الدين كل البعد ففي هذه الحال يكون هذا أثر إيجابي حينما يريد أحد الزوجين الخروج من الحياة الزوجية من أجل الحفاظ على الدين وكذلك من الأثار الإيجابي البعد عن الفتن أحيانا الرجل يعرض هذه المرأة إلى الفتن يعرض هذه المرأة إلى الفتن وقد سمعنا من بعض الرجال أنه يسعى قدر المستطاع لأن هذه المرأة تكشف وجهها أمام الرجال وتكشف وجهها في الأسواق وتكشف وجهها في الطرقات وفي كل مكان ويدعوها هذا الرجل بأنها لا تغطي وجهها أو أنها لا تلبس لباسا محتشما يرضي الله جل وعلا ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هذه الحال تخشى المرأة من الفتن فبعض النساء بعض الرجال يلزم زوجته بأن تجتمع مع أصدقائه أو تجتمع مع من له فيهم علاقة وفيهم معارف وهي لا تريد الاجتماع بهؤلاء معنا التصالي مبراهيم تفضلي مبراهيم السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي أنا شاك لي عشر سنوات متجنب عني جوجي وأنا عندي أولادي وأنا اللي يكد عليهم وأنا اللي هو عندي زوجتين من غيري ولا يعادل بيننا واخر شيء كان أطلعي من البيت نعم أطلعي من البيت وروحي معي آلي صلح عشان أجوزوا لدي من الزوجة الثانية فأقل بيتها على وأنتي لازلت وأنتي لازلت على ذمته ولا لا إي وأنا بنته نعم وهو عادل زوجتين غيري ولا يعادل بيننا واخر شيء بس أطلعي جاء ولدي يسجلت على ذمية وما تطلعي من بيتي وتخطيف وهي معنى بي مشاكل وانا معي يعلمين هم اللي بنات وانا اللي يكد عليهم ولا يعادل بيننا ومعنى انه ما شاء الله عليه اندي ويمام مسجد واخر شيء تراكني وروحت مع ولدي ولا يصرف علينا ولا يجينا ولا يعادل بيننا ولا يجينا وانا يعني لي حد لو اطلب الطلاق لي عشر سنواتر حين تتركني أنتي اللي تسألين هل لك حق في طلب الطلاق ايه يعني لو اني علي حد يعني لاني حني ما اقدر روح لاني بذمة لا اقدر السافر لا اقدر رف معياني لا اقدر طيب يا امام ابرهيم تسمعين ان شاء الله الهجابي في ثنائي الحلقة بإذن الله نعم معنا ابو فيصل تفضل يا ابا فيصل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله يغفر لك ممكن اطرح سوالي خارج ماضي على الحلقة لما اشوف الماضي يخص الطلاق وما ايه اذا كان قانوني فممكن لكن ايه نعم قال جعي ربي سلمك انا عندي سوال من شكيه انا لي قضية في خطة طبي نعم مضبوط صدر لي قرارا من اللجنة المختصة يعني حجب المعلومات اللي في الملف يعني اوحى صدر قرار من اللجنة ان يعني الشخص لم يكن دعوة ضد الشخص اللي هو ارتكب الخطأ اين كان شخص نعم مضبوط فقم دعوة اتضح لي فالخير ان القرار مخالف للنظام هذا الخاص بلغة الطبية يعني مخالف ان اعداد ينصدرون قرار ضد ما سلموني اجابة السوال الثاني لما قم دعوة ما امام اللجنة المختصة ما حولوني للجنة عشان يقدروني صابتي الا بعد تسع سنين اختفت الاثار وخياطة العملية والمعالم والموكلة هل يحق لي اني اقدم دعوة في هالكويتين هاني ضد اللجنة طيب طيب تسمع تسمع الاجابة الله احفاظك ويجاكو حياك الله سهلا معنى التسار ولا لا ابو محمد تفضل يا ابا محمد سلام عليكم تفضل يا ابو محمد وعلكم السلام ورحمة الله الله يعافك بنتي من زوجة عند واحد ويطول عمر معها طبينا شارع يعني هاتف هاتف عامل العياد طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله نعم في عندنا سؤال ولا طيب طيب سنأتي على هذه تقريبا عشر دقائق حتى نجعل بقية الوقت كله للإجابة على هذه الأسئلة وما يأتي بعدها بإذن الله إعفاف من الأثار الإجابية إعفاف النفس أحيانا يكون الزوج أو الزوجة بعيد تماما يعني إعفاف الطرف الآخر يعني لا يكون بينهم لقاء جنسي إلا بعد فترات طويلة جدا ويكون في هذا خطر على أحد الطرفين يكون في هذا خطر على أحد الطرفين فقد لا يستطيع الإنسان أن يستمر في هذه الحياة الزوجية من أجل أن يعف نفسه من أجل أن يعف نفسه فالمرأة ترى أن هذا الزوج لم يعفها كما تريد أو كما هي تحتاج كإنسانة فتحتاج فتحتاج إلى أن تنسحب من هذا الزوج لعل الله جل وعلا يرزقها بزوج آخر يعفها كما هي تريد أو العكس يكون الزوج الزوجة التي لديه لا تعفه فهو يريد أن يبحث عن زوجة أخرى ولكنه لا يستطيع أن تعيش مع هذه المرأة مع زوجة أخرى فيكون هناك إنهاء لهذه العلاقة وهذا أيضا آثر إيجابي لأنه يريد إعفاف نفسه أو المرأة تريد إعفاف نفسها كذلك هناك أيضا آثار اجتماعية آثار اجتماعية طبعا حينما توصف المرأة بأنها مطلقة فإن هذا لا شك أنه يؤذيها ومجرد وصف المرأة ومجرد مسمى الطلاق لا شك أن هذا يؤذي ومزعج وخطس وخاصة عندنا في المجتمعات العربية فإن ذلك يؤذي هذه المرأة ويزعجها ولكن حينما تكون المرأة تجد أن هذا الرجل لا يناسب تماما اجتماعيا وأنه بعيد عن ما يتعلق بالأمور الاجتماعية التي يطلبها كل إنسان وليس فيه من الكرم وليس فيه من حشمة المرأة ولا حشمة أهلها ولا حشمة أولادها ونحو ذلك فإن هذا قد يكون من الآثار التي تكون إيجابية في طلب الانفصال هناك آثار سلبية لعلنا نأتي على البعض منها منها كسر الزجاجة لأن المرأة كالزجاجة فإذا طلقت إن كسرت وفي هذه الحال كسر لخاطرها وفي هذه الحال أذن لنفسيتها وفي هذه الحال إضرار لهذه المرأة التي أصبحت مطلقة بعد أن كانت متزوجة كانت تأمل وتحلم أن تعيش مع زوجها مدى الحياة التي يكتبها الله جل وعلا لهذين الشخصين وإذا بها تفاجأ بأن هذا الطلاق قد كسر حياتها وقد كسر مكانتها في المجتمع فأصبح ينظر إليها بأنها مطلقة وأنها منبودة حتى أن بعض النساء لا يحبذن البقاء مع المطلقات ولا يحبذن حتى زيارة المطلقات وهذا الحقيقة غير صحيح وأمر حقيقة يجب أن نراجع أنفسنا فيه لأنه تقول بعض النساء أنا لا أحب أن ألتقي بمطلقة أو نحو ذاك لأني أخشى على زوجي منها لأني أخشى على زوجي منها وهذا أمر حقيقة غريب ولكن يجب أن نراجع أنفسنا في هذه المسألة بأن هذا الزوج إذا كان يرغب في الزواج فإنه لن ينظر إلى فلانة التي هي قريبة له أو أن هناك معرفة وعلاقة فيها عن طريق زوجته أو نحو ذلك لأن هذا في الغالب لا يناسب في الغالب لا يناسب بل في الغالب أنه بعيد عن العادات والتقاليد الاجتماعية بأن الإنسان يبتعد عن أن يرتبط بمرأة هي قريبة له أو قريبة لزوجته الأولى ونحو ذلك كذلك هناك من الآثار السلبية هو شتات الأسرة شتات الأسرة فحينما تطلق المرأة فننظر لهؤلاء الأطفال لهؤلاء الصغار لهؤلاء الأبناء كيف كانت حالهم يعني حينما نرى بعض الأبناء وهو يبكي بكاء مرًا بسبب أنه إما أن يكون فقد والده أو أن يكون فقد والدته يكون منكسر الخاطر يكون بعيد بعيدا عن السلوكيات الاجتماعية يكون بعيد عن أيضا الاجتماع مع بقية الأبناء أو بقية الأطفال الذين هم بسنه يكون بعيدا عنهم وأذكر في يوم من الأيام أنني كنت أسير في طريق فوقفت وكان معي أحد الأخوة وقفت في مناسبة من المناسبات فرأى الذي كان معي رأى طفلا صغيرا قد أخذ جانبا بعيدا عن الأطفال فقال وهو لا يعرفه فقال إن لم تخني الفراسة فإن هذا الطفل أمه مطلقة فإن هذا الطفل أمه مطلقة فقلت له وما يدريك قال بعده عن الأطفال وجلوسه في زاوية ليس مع الأطفال ولا مندمج مع الأطفال هذا دليل على أن هناك مشكلة أسرية في البيت وغالبا تكون بالانفصال بين أبويه معنا سؤال أبو محمد حياك الله يا أبو محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو محمد فضل عندي سؤال أطعم السلام زولت يصار بيني خلاف بسيط وفزالت فيها وطلعت من الجيد وزعي كان منها وطلقت بسلام يا أبو محمد أبو محمد تكلمني من الهاتف وليس من الهاتف أفضل هناك يوم الثنين والثلاثة والاربعة بعد مغرب صلاة الحرام في برنامج فتاوى بنفس هذه القناة فلعلك تتصل لأن هذا البرنامج حقوقي فلعلك تتصل وتسأل نفس السؤال الاخت نورة حياك الله حياك الاخت نورة هلا وسهلا عندي شيء سؤال الله يتزاق حير اتفضلي انا اقرأ لي عند الشيخ والشيخ يحط سجادتين تحت كرسية على محافي اقلس فيها شيء امطوع الله يتزاق حير لا لا سؤالك كوش ما فهمت سؤالك انا انطوع اللي انا اقرأ عنده ايه راقي طيب يا اخت نورة سمعتي جوابي للاخ ابو محمد هناك برنامج فتاوى هناك برنامج فتاوى اتصلي عليه ولعلهم يجيبونك على هذا السؤال فسؤالنا حقوقي ارجو من جميع الاخوة ارجو من جميع الاخرى المتصلين ان يحرصوا على ان يكون السؤال عن موضوع الحلقة الذي يأتي على الشاشة بين الفينة والاخرى وهو حقوق المطلقات كذلك لا مانع ان يكون هناك اسئلة ولكن تكون حقوقية يعني الاسئلة الطبية هناك برنامج الاسئلة الشرعية لها برنامج الاسئلة الحقوقية لها برنامج فلا نخرج عن موضوع البرنامج وشعار البرنامج واضح جدا امامنا بان حقوقي وكل الناس يعرفون هذا الميزان بانه يتعلق في الحقوق او يتعلق في العدل فنحن لا نخرج عن ما يتعلق بالعدل نقول ذكرنا تلك القصة وان هذا الاخ قال بان هذا الطفل الذي هو يجلس في زاوية في صارة الافراح هذه لا شك ان عنده مشكلة فذهبت انا وهو الى هذا الطفل الصغير فسألناه عن والديه فعلمنا ان والده قد انفصل تماما فعلمنا ان والده قد انفصل تماما هذا الطفل ما ذنبه حينما يعيش انكسارا في الخاطر حينما يعيش ضعيفا حينما يعيش مشتة الافكار حينما يعيش بعيدا عن والديه معا حينما يعيش مع اب قد يكون قاسية او قد يكون هذا الاب مشغول في حياته العملية او مشغول مع زوجته الاخرى واولاده مثلا او كذلك هذه الام حينما تكون بعيدا عن زوجها وبعيدا عن الطفل في عملها ونحو ذلك ما ذنب هؤلاء الاطفال الذين يدفعون الفاتورة هذه من الاثار السلبية التي نتمنى ان يراجع الزوجان حياتهما ويراجعان مسألة الطلاق قبل الانفصال يراجع مسألة الطلاق قبل الانفصال كذلك هناك من الاثار السلبيات التربوية السلبية التربوية في حينما تجد اطفال قد تربوا ووالدهم قد انفصل فان هذه التربية تختلف تماما عن تربية من تربي باحضان والديهم معا ولذلك حينما ترى بعض الطلاق الاطفال فيه شقاوة فيه اذب بالشوارع فيه ازعاج للجيران فانك تعلم في الغالب ان والد هذا الزوج انفصل عن والدته والد هذا الابن انفصل عن والدته كذلك كثير من الاطفال ينحرفون انحرافا كبيرا ولذلك لو ذهبنا الى مراكز الشراط او لا ذهبنا الى مراكز الهيئات وسألناهم ما هي اكثر الجرائم التي تكون لديكم وتسجل لديكم فيقولون في الغالب ان اغلب الجرائم واغلب المشكلات تكون من الابناء الذين انفصل اباؤهم ومن ايضا السلبيات ولعلي اختم بها بين الله جل وعلا حتى ندخل في حقوق المطلقات في الاسبوع القادم بين الله سبحانه وتعالى من السلبيات كثرة عدد المطلقات كثرة عدد المطلقات معنا متصل ابو عمر تفضل يا ابو عمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مسك الله بالخير مسك الله بالنور تفضل يا طلعمر في صاحب عمارة باع عمارته نعم في عام 1425 تفضل 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 باع عام 1425 وشرط على المشتري على قرب البنك العقاري وشرط على طلعمر كنت في تسديدة في خلال فترة معينة يعني 16 في ازز الكلام هذا فطبعا راح في ستة الأشهر وجوله وقالوا يا أخي بسجد المبلغ هذا على أساس أن نفرغ لك ونرفع المعاملة ويسقط القرض ونفرغ لك فالشخص هذا ما رضي الكلام هذا يقول لي عطوني مهلة هل طوت العمارة بعد جمعة ثانية كتبوا عليه جوها 1429 وكتبوا عليه أن في خلال ما فددت للأهال القرض في خلال ستة عشر نبيع العمارة ونعطيك حقك اللي اندفعته أبو عمر نعم العمارة كانت مرهونة مرهونة البنك العقاري مرهونة البنك العقاري مرهونة البنك العقاري أبو عمرك وش رطوا عليه أنك تسجد المتبقين للقرض طيب طيب يا أبو عمر سؤالك وش شو سؤالي هل طل عمرك الآن يحق للبايع أن يبيع العمارة لأني ما أوفى بالشرطة لبيع العمارة ويعطي الشخص هذا الملبغة اللي يدفعه طيب أجيبك جواب آخر تماما مختلف تماما عن ما سألت نعم طيب طيب أبا أجيبك جواب مختلف تماما عن ما سألت بالحكم الشرعي فتسمع الجواب إن شاء الله بعد ما نجيب على بعض الأسئلة طيب نأخذ آخر اتصال الأخ سليمان السلام عليك يا شيخ عليكم السلام ترى مفترض آخر اتصال هو أبو عمر ولكن عشان اسمك مثل اسمي قلنا نبي نأخذ اتصالك الله أحببك يا شيخ السلام تفضل يا شيخ أنا طل عمرك كنت عسكري وتوقفت من قبل مسؤول في العسكة في العمل عندنا نعم لمدة شهر نعم ثم يعني بدون أي سبب بعدين أنفلت التقاعد وقدمت على ديوان مظالم لأنني أطلب يعني تعويض عن المدة نعم جلست مع الشيخ في ديوان مظالم لكن حكم في عدم قبول الدعوة السبب يقول لي أنت تأخرت لأن فيه مدة نعم فأنا كنت ما عندي معلومة عن هذه المدة اللي في النظام اللي الخمسة السنوات نعم من تجاوزها لا تكاملها دعوة نعم نعم هذا السؤالي هل لي الشيخ لي حق أن أطالب فيه وما هو النظام اللي ينص على دعوة طيب تسمع الإجابة بإذن الحي قيوم نعم نعود لإجابة على هذه الأسئلة كم بقي معنا وقت يا مهندس كم بقي وقت طيب لعلنا إن شاء الله نأخذ هذه الأسئلة على عجل بإذن الله جل وعلا الأخ عبيد يقول الزوجة طلبت الطلاق فهل يحق للزوج استرجاع المهر نعم إذا كانت الزوجة هي التي طلبت الطلاق فإنه لا شك ولا ريب أنه يحق ويجوز للرجل أو للزوج أن يطلب استرجاع كامل المهر استرجاع كامل المهر فإذا كانت الزوجة إذا كان المهر خمسين ألف ريال فإنه يحق له أن يسترجع الخمسين ألف ريال كاملة مدامة أن المرأة هي التي طلبت الطلاق قد يقول قائل طيب وهل يسترجع كامل المهر وقد عاشت معه ما لا يقول مثلا عن عشرين سنة أو عشر سنوات أو خمس عشرين ونحو ذلك نقول لو عاشت معه أربعين وخمسين وستين وسبعين سنة فإذا طلبت هي الطلاق فإنه يجب عليها أن تعيد المهر الذي طلبه الذي أمهرها إياه إذا طلبه الذي أمهرها إياه إذا طلبه ولذلك ورد في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم وفي رواية الأخرى قالت نعم وزيادة وفي رواية أخرى قالت نعم وزيادة وأنا أقول حقيقة إذا كان الزوج مقتدر وطلبت المرأة الطلاق وضطر الزوج للطلاق فإنني أقول إذا كان مقتدرا فإنه الأولى والأفضل أن يسامحها عن المهر وينهي العلاقة الزوجية وأما إذا كان هذا الزوج قد تعب في جمع هذا المال ثم بين عشية وضحها تأتي هذه المرأة وتطلب الطلاق وتطلب الانفصال فلا يمكن أن يجمع على الزوج بين خسارتين خسارة زوجة وخسارة مال خسارة زوجة وخسارة مال وبالمقابل وبالمقابل دعونا نذكر أن هناك إنصاف من الشارع وبالمقابل فإن الرجل إذا طلقه من ذات نفسه فلا يحق له نهائيا أن يطلب شيئا من مهره وبل المهر يبقى للمرأة كاملا ولا يأخذ منه شيئا ولا يجوز له أن يطلب منه شيئا البتة بل إن الله جل وعلا حرم عضل المرأة من أجل أن يأخذ منها هذا المهر يعني عضلها أن يؤذيها ويرفض الطلاق وهو لا يريدها من أجل أن تفتدي نفسها بشيء من المال وهو لا يريدها فحرم الله جل وعلا ذلك على الزوج حرم الله جل وعلا على ذلك الزوج فنقول هنا عشان يعلم أن هناك عدل من الشارع بأن الزوجة إذا طلق من ذات نفسه وبلا طلب من الزوجة فإنه لا يحق له أن يسترجع ولا ريال واحد من المبلغ الذي دفعه لزوجته مهرا لها ولو كان بأكبر المبالغ كالمليون والمليونين ونحو ذلك لا يجوز له أن يسترجع شيئا وأما إذا طلبت المرأة الطلاق وطلب الرجل إعادة المهر الذي دفعه لها فإنه يحق فإنه يجوز له بل لا يجوز لها أن تمتنع عن دفع المهر الذي أمهرها إياه إذا كانت هي التي طلبت الطلاق وأما إذا طلق الزوج قبل الدخول والخلوة إذا طلق الزوج قبل الدخول والخلوة فإنها تلزم بإعادة المهر كاملا أبو فهد يقول حلفت ألا أدخل البيت طبعا يقول حلفت يقصد في ذلك أنه قال إن دخلت البيت فأنت طالق ونحن أرشدنا أبو فهد وأتمنى أنا ذكرت هذا السؤال حتى نذكر الإخوة أتمنى أن يكون لكل مقام المقال ولكل برنامج ما يخصه من الأسئلة والاستشارات فهناك برنامج فتاوى كما ذكرنا في الأسبوع مرتين بعد مغرب بعد انتهاء صلاة الحرم فنتمنى من من يريد أن يتصل ويسأل أسئلة شرعية أن يتواصل على القناة في أوقات برامج الفتاوى وأما هذا البرنامج هو برنامج حقوقي كما ترون في شعار البرنامج مع المحامي فأنا محامي ولست مفتيا في هذا البرنامج وإنما تريدون أمور قانونية أمور اجتماعية أمور أسرية نسعى قدر المستطاع للتوجيه والإرشاد فيها ومهاورة بث الحلول للمجتمع أبو نواف يقول متى يكون الحكم قطعيا يقول متى يكون الحكم قطعيا يكون الحكم قطعيا في حالتين يكون الحكم قطعيا في حالتين الحالة الأولى أن يكون هناك اعتراض ويقدم الاعتراض ويرفع الاعتراض للاستئناف ولكن الاستئناف يصادقون على هذا الحكم ففي هذه الحال اكتسب الحكم القطعية وكذلك شق آخر بهذه المسألة أي إذا أحد الخصوم اعترض على الحكم ولكن مضت المدة ولم يقدم اعتراضا مضت المدة وهي ثلاثين يوم ولم يقدم اعتراضا فإنه في هذه الحال يكتسب الحكم القطعية ويسقط حقه في تقديم الاعتراض ويسقط حقه في تقديم الاعتراض فليتنبه الجميع بأن هناك وقت معين لا بد من تقديم الاعتراض فيه حتى لا يفوت عليه الحق المسألة الثالثة في اكتساب الحكم القطعية هو ما إذا قنع الأطراف بالحكم إذا قنع الأطراف بالحكم فهنا يكتسب الحكم القطعية مباشرة ولا يحق لأحدهما أن يعترض مباشر إذا حكم القاضي وسألهما القاضي أقنعتما بالحكم فقال نعم قنعنا بهذا الحكم فإنه بمجرد قناعتهما بالحكم يكتسب القطعية ولا يحق لأحدهما أن يعترض وإنما أصبح الحكم قطعيا السؤال تقول إذا رغبت الطلاق تقول إذا رغبت الطلاق فهل يلزمني أن أعيد المهر لهذا الرجل الإجابة لعلها تكون وردت في السؤال الأول الإجابة لعلها تكون وردت في السؤال الأول وقد بينا بيانا بإذن الله جل وعلا أنه شافيا كافيا هنا سؤال أم إبراهيم تقول لا يعدل ويطالبني بالخروج فهل لي حق طلب الطلاق أنا أفضل يا أم إبراهيم لعل أرشدك لأمر ما إذا كنت تريدين الطلاق وأن يكون الطلاق بينكم أودي فهذا شيء جميل أن يكون الطلاق ناجح أن يكون الطلاق ناجح وأما إذا كان الأمر سيضطرك لي أن تطلبين أن ترفع موضوعك أو أمرك إلى القضاء فإنني أفضل يا أم إبراهيم بأنك حينما ترفعين أمرك إلى القضاء أنك تقولين امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان لعل الله جل وعلا يهدي هذا الزوج ويعطيك حقوقك وإذا رفض أن يعطيك حقوقك في الحياة الزوجية فإن القاضي يلزمه بالطلاق وإن لم يطلق فإن القاضي القاضي يفسخ ذلك النكاح أبو فيصل يقول خطى طبي وصدر قرار بأن الدعوة أقيمت على غير ذي صفح يا أبو فيصل لعلك أن ترفع دعوة على من تسبب على من تسبب بالشكل المباشر يعني إذا كان المتسبب هي مستوصف أهلي أو مستشفى حكومي فأنت ترفع الدعوة على المستشفى أو ترفع الدعوة على المستوصف سواء كانت مستوصف حكومية أو مستوصف أهلية ترفع الدعوة عليها وتكون رفاعة الدعوة على ذي صفح وتكون رفاعة الدعوة على ذي صفح أما أنك ترفع الدعوة على الطبيب بعينه فإنك بالتالي تكون رفاعة الدعوة على غير ذي صفح تكون رفاعة الدعوة على غير ذي صفح ومن هو الصفح في هذه الحال؟ الصفح في هذه الحال هي الجهة التي يعمل عندها ذلك الطبيب الذي أجر لك العملية فحصل فيها ما حصل وحصل إشكاليات وأخطاء طبية ثم يقول في سؤال الآخر لم تتم إحالة لتقدير إصابتي إلا بعد تسع سنين تقريبا أنا أقول لك أن تعترض وأن ترفع أمرك إلى المقام السامي وإن شاء الله أنك تجد خيرا في هذه الحال أم محمد تقول زوج ابنتي لا يعدل ويأخذ من راتب ابنتي أم محمد هذا الموضوع يحتاج إلى وقت طويل فلعلنا نبسط الكلام فيه في حلقات قادمة بإذن الله وهناك إن شاء الله الجزء الثاني وقد يكون أيضا هناك ثالث في حقق المطلقات لعلنا نصل إلى موضوعك أنا حقيقة أعتذر من الأخوة اللي بقوا في الأسئلة لم نجيب عليهم لذيق الوقت حيث داهمنا وأسر جل وعلا أن يوفقنا لنجيب على بعض الأسئلة على ما تبقى منها في الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا إلى هذه اللحظة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وانتظرنا في الأسبوع القادم في أستمام الساعة الثامنة والنصف من يوم الأربعة القادم بإذن الله جل وعلا وتصبحون على خير وفي أمان الله